أعلن بنك اليابان المركزي اليوم ارتفاع مؤشر أسعار الجملة للخدمات في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 82% سنويا وهو أعلى معدل زيادة منذ سبتمبر 1991 مع استبعاد الفترة التي تأثرت فيها الأسعار بزيادات ضريبة القيمة المضافة ويعتبر المركز مؤشر أسعار الجملة للخدمات عنصرا رئيسيا في تقدير انتشار التضخم في الاقتصاد الياباني ككل وهو ما يعني أن ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ عقود يعني إمكانية استمرار معدل التضخم المرتفع حاليا